أولا نحن نحازل المواطن ثانيا هنتعمل بكل شفافية ومصدخية هم عندناش خطوط حمرة ابتدينا كل السفارات الأجنبية عملنا لها اجتماعات وقابلناها وكانوا هم طالبين الوزارات الخاصة بينا المعنية بينا وزارة الداخلية قوات المسلحة التضامن الاجتماعي الشباب والرياضة الأواف كل الوزارات دي ابتدينا نجتمع بهم ونعمل خريطة طريق أو خريطة عمل الهيئة العامة للاستعلمات ابتدينا بعد كده نوجه زيارات زيارات لإسام الشرطة زيارات للسجون زيارات لدور الرعاية زيارات لدور اجتماع مكبر مع منظمات المجتمع المدني المحترمة اللي هي عندها استعداد إن هي تعمل خريطة طريق محترمة وابتدينا نعمل جدول زمني إحنا عندنا جدول خريجي إحنا مشكلتنا فيه إن إحنا عندنا جدول خريجي 366 يوم للمنظمات والاجتماعات والمؤتمرات إحنا كنا مهملين هذا الجدول أنا جيبت الجدول بالتنصيق مع بعض المنظمات وبالتنصيق مع المستشارين الخاصين بي في اللجنة والوزارات ومجلس النواب وقلت لهم إحنا عندنا مؤتمر يوم كذا في الحتة الفلانية لازم نبقى حاضرين فيه ومشينا على خارجة المحاضرين لا مش بس المحاضرين ونبقى جاهزين له صحيح عملنا رتبنا أجندة محترمة بالمؤتمرات يعني أنا عايز أقول لحضرتك على مثال مؤتمر مثلا وإحنا في مجلس الشيوخ الإيطالي مثلا كان فيه بعض الدول اللي هي فيها نواب إخوان مثلا زي توركية قام بيهاجب مصدق التنى وست النائب محمد مير وست النائبة سلاف دارويش إحنا عشان مذكرين وحاضرين قدرنا نلقنوا درس إزاي البرلمان يجاهز أولا معنا فيديوهات لما فعلوه الإخوان بداية من حريق الكنائس حريق الإسام قتل الجنود قتل الأمرياء محاولة أخوانة الدولة فأنت مسافر جاهز جاهز من كل أعراضنا قلنا لهم هي دي جماعة الإخوان الإرهابية لماذا لا يتم تصنفها بعد ما تكلمت النائبة سلاف وبعد ما تكلم النائب محمد مير وبعد ما أنا تكلمت كل الموجودين على فكرة من برلمانات العالم كله موجودين برلمانات عربية أوروبية أمريكتين أفريق القاعة ضجت بالتسقيف لمصر وقالت إحنا مع مصر ترجمة نانسي قنقر